فكريم فؤاد يستحق الكثير من السناء وبعد ما قلت الكلام ده كله هقول لكم حاجة بس الأول هقول لكم أرقام كريم فؤاد النهاردة كيتعاملة ازايش ده كريم فؤاد الموسم الماضي شوف المقارنة ركز معاي شوف المقارنة كريم فؤاد الموسم الماضي لعب 1890 دقيقة ما سجلش ولا هدف وصنع هدفين طبعا في مركز الزهي الأيمن كريم فؤاد في الموسم الحالي 135 دقيقة فقط عمل ايه بقى سجل 3 أهداف صنع 3 أهداف 50% نسبة مساهماته التهدفية مع النادي الأهلي من أصل 12 هدف سجلهم الأهلي 6 لكريم فؤاد سواء عن طريق التسجيل أو الصناعة ايه الأرقام العظيمة دي ايه الأرقام العظيمة دي تعال بقى شوف أرقام كريم فؤاد في مبارات الداخلية طبعا انت مش محتاجة أقولك ان كريم فؤاد كان أفضل لقى في مبارات الداخلية جولين وصنع وكل حاجة ماشي سجل هدفين وهدف ملغي وكرة في الآيم صنع هدف وفيه كرة بتاعتناها شايف اللي هي كالتصويبة وتردد وكملة هدف تمريراته بتاعت حمدي فاتح عفو تمريراته الصحيحة 81% نسبة كويسة جدا عمل ثلاث فرص محققة للتهديف كمل بص الأرقام حلوة الأرقام تزداده على المرمى وبقى اشتعها في الفعالية أربعة من خمسة تزدادها على المرمى يعني هو ساوب خمسة أربعة يعني أربعة على المرمى والخمسة في الخارج الخمسة اللي في الخارج دي ايه اللي جات في الآيم المرمى الصحيحة تلاتة من أصل خمسة استخلاص الكرة سبعة يعني دفاعيا وهجوميا وكل شيء عملها عملها النهاردة بإتقان شديد جدا كريم فؤاد يستحق كل الإشادة اشتركوا في القناة